السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته مشاهدي الكرام تحية طيبة لكم جميعا إنما كنتم مع الأعشاب الطبي الغذائي دائما ونعود مجموعة التوابل ونتكلم في هذه الحلقة عن الكمون الكمون لكيما كيمن هو الكمون يعرف في كل البلدان العربية الإسلامية بهذا الاسم والكمون من التوابل ويستهلك مع الأكل كجميع التوابل لكن الكمون يستهلك فقط من أجل رائحته طيبة لأن له رائحة زكية ولولا هذه الرائحة الطيبة يعني لكان الناس لا يستهلكونها الكمون من الأعشاب الطبية كذلك فهو من الأعشاب الطبية الغذائية يعني ممكن أن يستهلك يوميا وممكن أن يستهلك دائما والكمون يحتوي على مركبات قوية وممكن أن يستهلك كذلك كشراب يعني كشاي الكمون من حيث التركيب الكيماوي يحتوي على الكيمنالديهايد والألديهايد هو مركب قوي لأنه يتفاعل بقوة من حيث التفاعلات الكيماوية الألديهايدات والكيطونات وكذلك الحمضية هذه مركبات تتفاعل بقوة وبسرعة الكيمنالديهايد ويحتوي كذلك على 3P وهو 3P من 7- què وهو فلافنول فلافنول هو كذلك من الفلافنوبات هو مركب كذلك قوي ويحتوي على التيربينين وعلى السيمين وعلى البيينين وهذه كذلك مركبات قوية ويحتوي على الكيمنالكوهول يعني الكوهولات طيارة فيه مركبات طيارة هي التي تعطي هذه الرائحة طيبة وأن الله سبحانه وتعالى زينه بهذه الرائحة لكي نستهلكه لأنه مهم جدا ومهم لبعض الأشياء التي سنتكلم عنها الكمون هذه المركبات فهو أولا يخفض الحرارة للذين لذيهم حما للذين لا ترتفع لذيهم حرارة أطفال وكل ناس كذلك الأطفال ممكن أن يستهلكوا الكمون لأنه من الأعشاب الغدائية فهو يخفض الحرارة في حالة الحمى وهو مضاد للجراتيم ويعمل مع الكذبرة سنتكلم عن هذه الأشياء لأن كل توابل تعمل مع بعضها وهذا هو السر في هذا العلم كيف تعمل أشياء مع بعضها فالكمون هذا ربما يتغافل عنه الناس ولا يستهلكونه بكثرة لكنه قوي فهو يخفض الحرارة في حالة الحمى وهو كذلك يخفض الكوليسترول يخفض الكوليسترول إذا استهلكه الناس خمس جرامات في اليوم وكذلك يخفض من الوزن الذين لديهم وزن زائد إذا يشربوا يعني يشربوا يعني هذا الكمون يعني منقوع الكمون ماء يغلى يوضع فيه كمون يتركونه ثم يشربونه فهو كذلك يساعد على خفض الوزن ويعني حالة يعني الاسترس لما يكون شخص مرهق يعني متوتر فهو كذلك جيد ويشرب في المساء مساعد على النوم يشرب في المساء يعني الكمون يشرب في كل وقت حتى في الصباح والكمون ممكن أن يستهلك مع جميع المأكولات وكذلك حتى أنواع الشاي هذه الشاي الأعشاب وحتى الشاي الأخضر ممكن أن يضاف له كمون وممكن أن يشرب لوحده كشاي وممكن أن يشرب مع بعض الأشياء وسنتكلم عن الكزبرة وكذلك عن اليانسون النجمي واليانسون الشمر وكذلك الكمون يعمل مع هذه الأشياء ويعمل كذلك مع الحب السوداء فهذا الكمون هذه الأشياء يعني كلها يعني جيدة لكن يبقى الجهاز الهضمي يعني من ذلك أنه هو أنتي بيرينيك هو يخفض الحاررة وكذلك يعني أنتالجيك هو يخفض حتى الألم هو مسكن للألم والألم على مستوى الجهاز الهضمي الذين لديهم IBS I-RT-T-Ein-Bowl-Sandrom أشخاص الذين لديهم مشكلة تقرحات على مستوى القول دائما للأكل يكون في كمون أو يكون في كمون وممكن يشرب كمون بعد الوجبة أشياء تشرب بعد الوجبة تكلمنا عن صادقا عن كثير من الأشياء التي ممكن أن يشربها الذين الذين هم مشاكل على مستوى القول والكمون من الأشياء التي تشرب يعني بعد الأكل يتناولها الناس يعني بعد الأكل فهو يعني يساعد في الهضم وكذلك يعني يساعد في مشكل الانتفاخات والتحمضات وكذلك مشكل الغازات على مستوى الأمهاء لماذا؟ لأن الذين الذين تقرحات يعني على مستوى القول هذه الأمراض تقرحية على مستوى القولون طبعاً لما يكون غاز لما يكون تخمرات ويكون غاز على مستوى القولون فيحسون بألم لأن هذا الغاز طبعاً هو حمضي ويحرق يعني يسبب التهاب ويسبب ألم على مستوى القولون الكمون يفيد في هذه الأشياء لكن الكمون له أسرار أخرى يعني هو يعني ربما يحتقره الناس ويعني هو يحتقره الناس لأنه لا يستهلكونه بكثرة ويستهلك فقط من أجل هذه الرائعة لكن له دور كبير لأن الكمون يعني فدراسات في النانو تيرابي والنانو تيرابي هي يعني أحدث العلوم وعلم حديث هذا النانو تيرابي النانو هي بارتيكلز هذه بالنانو يعني جزيئات صغيرة جداً يعني تحسب بالنانو وهذه الجزيئات هي التي تحقن في يعني لعلاجات مثل السرطان ومثلها يعني أمراض أخرى وهي مستقبل طب الحديث كل يعني باحثين يراهنون على النانو تيرابي وأدخل الكمون في الجرين نانو تيرابي لأن النانو تيرابي كيموية لكن لما تكون مع الأعشاب تسمى تسمى الجرين نانو تيرابي وهي الحديث الآن يعني الأشياء الحديثة لماذا؟ لأن هذه البرتيكلز هي من الدهب هذه البرتيكلز هي من الدهب هي تيتراكلوروريت سوديوم تيتراكلوروريت سوديوم يعني أور هي دهب ويستعملون دائماً يعني جزيئات دهب على شكل تيتراكلوريت السوديوم على شكل ملح لكن هذه البرتيكلز يعني هذه الأشياء الصغيرة هذه الجزيئات يجب أن تغلف لما يحقونه يجب أن تغلف وإلا هنا ستضيع لأنها سامة وربما تتفاعل مع أشياء ويجب أن لا تكبر لا تأخذ حجم كبير يجب أن تبقى صغيرة بالنانو إذا تركوا هكذا في محلول فستتفاعل وتأخذ شكل كبير فالكمون يكبح تكون هذا الشكل الكبير فهو يبقي النانو بارتيكلز هذه الجزيئات يبقيها في حجمها الصغير حجمها النانو لكي تستعمل فهو لا يترك هذه البارتيكلز يعني تكبر يعني تتدخل هذه خاصية وهذه الخاصية فالكيمينالديهايد وهذه التريبي مينين سابن أول هي هذه المركبات مع السيمين مع التريبينين مع هذه الكحولات هذه المركبات في الكمون هي التي تكبح يعني تكون هذه تكدس تكبح تكدس البارتيكلز هذه النانو بارتيكلز يعني لا تتركها تتكدس لتبقى صغيرة لكي تستعمل ثم هناك كي تغلف فالكمون يكبحها ولكن يجب تغليفها فهي تغلف بالقوم أرابيك بهذا الصمغ العربي قوم أرابيك هذه الصمغ العربي تغلف بالصمغ العربي لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليست تسمى فهي طبيعية والباحثون رجعوا لهذه الأشياء لماذا؟ لأنهم كانوا يخدموا بالهيدرازين كانوا يخدموا بالهيدرازين وكذلك بأملاح البورون هذا البورون هبريد هذا كانوا يعملون بهذه الأشياء وهي سامة الهيدرازين سامة فلماذا لأنهم سيحقنونها فهم يعالجون مرض بأشياء سامة لا يمكن فمثل اللقاحات ماذا؟ اللقاحات الآن تحفظ ببعض المعادن تقل مع الأسف الشديد هو المشكل وليس اللقاح فهذه نانو بارتيكلز فالآن هذه الجرين نانو تيرابي فالكمون الذي يحتقره الناس سيدخل في هذه يعني هذه النانو تيرابي فالكمون يغلى مع الماء ثم يأخذها للماء وتخلط معه هذه ملح الدهب يعني ملح صوديوم الدهب ثم يعني لا تكبر وتغلف بالقوم آرابيكا يعني يعني تقنيات متقدمة نحن نبسط تفسير فقط لكن هذا هو الأسس الذي يعملون به في التكنولوجيا لأنها تكنولوجيا في الأخير وهذا يعني النانو تيرابي فهناك أشياء في الطبيعة أخرى لا زالوا لم يصلوا إليها نحن نعلم أن هناك في الطبيعة أشياء كثيرة تعمل في النانو تيرابي ويعني نحن نعلم هذه الأشياء نحن باحثون بدون المختبرات مع الأسف الشديد يعني ليس لأن الباحث في أمريكا داخل المختبر أنه باحث يعجب أن تكون لديه أفكار وليس باحث نعم لكن عندك معدات وماذا تعمل بها فنحن باحثون بدون مختبرات هذا هو المشكل وهناك مختبرات بدون باحثين كذلك فهذا الكمون هو من كابحات سلطان الكمون من كابحات من المواد التي تكبح سلطان وهو يدخل في النظام الغدائي أنا لا أقول علاج ولا أقول خلطة لأن المصابين بالسلطان وبالأمراض المنعية التي يتجمع المصابين بأمراض قلب الشرائم وارتفاع الضضر وكذلك السكر الذين لديهم سكر كذلك أن يشربوا هذا الكمون ليس ليعالجوا السكر لكن يشربوا الكمون لأنه يريح المصابين بالسكر فقط لكي يكون تركيز السكر جيد في الدم فقط وليس علاج فهذه الأشياء النظام الغدائي للمصابين بالسلطان يجب أن تدخل فيها هذه الأشياء التي نتكلم عنها أن يترك الأشياء التي تسبب صرطها وأن يتناولوا هذه الأشياء وأتمنى أن يسجل الناس هذه الأشياء أن يكتبوها لديهم لماذا؟ لأن هذه الأشياء لن تبقى في المستقبل لأن هناك طبعا هناك حملة مضادة ضد هذه العلاجات الطبيعية وكانت منذ 1950 وليس الآن والآن كذلك الحملة المضادة ضد هذه العلاجات فهي الآن بدأت تشتعل وربما يمنعوا هذه الأشياء ليس بعيد والله ليس بعيد في أي وقت ممكن أن يمنعوا هذه الأشياء لكن لا أظن أن هذه الأشياء من خلق الله وتوجد في الطبيعة وعاش بها الإنسان لا يمكن أن يمنعها ولن يقدر على منعها لكن من يدري ربما يجدون صغر فهذه الأشياء أن ينتبه الناس لهذه الأشياء وأن يسجلوا وأن يكتبوها في ورقة وأن يجمعوا معلوماتهم بأنفسهم لماذا لا يريد الناس أن يتعلموا هذه الأشياء مع الأسف الشديد الناس حتى رسالة الآن كتابية نصية رسالة نصية على الواتساق لم يعود ناس يقدرون عليه ماذا يسجلون أوديو إنسان لا يقدر على كتابة الأحرف يسجل فيديو أوديو وما أدراك إذا كان الإنسان لا يقدر على التدوين ولا يقدر على الكتابة ولا يقدر على هذه الأشياء وهذا هو شيء مؤسف فهذا الكمون يعني انظره كثير من الناس لديهم سترس يعني مرحقين ومتوترين هذا الشخص لا يفكر إلا في دواء يعني يجعله ينام ويرتاع ولكن لا يفكر في أشياء يشربها أو يهيئها في منزله في مطبخه أن يقوم للمطبخ أي شيء يجده يغليه في الماء ويشربه من جملتها هذه الكثبرة حبوب وهذا الكمون حبوب وينسون حبوب وكروية وينسون ينسون نجمي وأشياء كثيرة ممكن واللويزة هذه اللويزة وكذلك ممكن أن يشرب يعني أي شيء يهدي حتى الشيء حتى الشيء جيد لكن مع الأسف الشديد هذه الثقافة لا زال الناس لا يفردون أن يتعلموا هذه الأشياء فدائما يعني الماء أحس بألم أولدي مرض دائما أتوجه مباشرة إلى الصيدلية كي أبلع شيء ثم يذهب الألم ثم لا يفرد ناس أن يغيروا هذه مع الأسف الشديد هذه الأشياء لكن المستقبل مع هذه الأشياء المستقبل مع هذه الأشياء أكيد إن الأبحاث التي أجريت على الكمون هذا الذي يحتقره الناس وقارنوا الكمون مع البرسيتامول بالنسبة للأطفال وواجدوا قوة الكمون بالنسبة للأطفال أحسن لماذا؟ لأن البرسيتامول قد يؤرق بعض الأعضاء عند الطفل هذه أبحاث منشورة هذه أشياء موثقة وليس كلام ولكن يعني ماذا نعمل مع الأسف الشديد فهل سنقدر على هذه الأشياء للرجوع لهذه الأشياء وتكون يعني تعود علوم تدرس ويعرفها الناس وتكون قائمة بذاتها يعني لا أظن ماذا لأن القوة المضادة قوية جدا يعني لا أظن لكن عموما إذا كانت كتقاف وتعلم الناس هذه الأشياء فهي ستنفعهم إن شاء الله ولم لا ويعني هكذا يجب أن تكون الأشياء فالله خلق لنا كل شيء في هذه الطبيعة وإن تعدوا نعبة الله لا تحصوها والله يقول وما ذرأ لكم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفة ندوان وأن في ذلك لا يتلقوا من يتفكرون وخلق لنا هذه الأشياء فيجب أن نتمتع بها ونعيش بها نتمتع بها متاع نتمتع بها وهي في نفس الوقت الأكل نتمتع بك أكل في نفس الوقت فيها مركبات الطبية تحفظ الجسم يعني من الأمراض تحية طيب لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة